في زمن الانفجارات والاغتيالات والعمليات الانتحارية يصبح التشدد بهذه المظاهر ضرورة لا سيما وأن الأحداث تقترن بفراغ مؤسسات الدولة فالنعدام الكامل للأمن يعني نهاية الدولة رسميا وتفاديا لذلك وضعت القطاعات العسكرية المختلفة عنصيرها في جهوزية استثنائية في إطار خطة أمنية متزامنة مع فترات الأعياد في 1400 عنصر من وحدة شرطة بيروت رح يكونوا عندهم مهام استثنائية ليلة رأس سنية اللي رح تبلش اعتبارها من ساعة 8 بالليل رح بيكون فيها مجموعات كوة ورح بيكون فيها تجول لـ 35 دورية على مدار الـ 24 ساعة رح بنوضع كمانا بتصرف وحدة شرطة بيروت انتشار لسيارات إطفاء وسيارات إصعاف بالإضافة كمانا لحرس من بلدية بيروت كمانا بنقاط الأسواء التجارية كمان بالمفهوم الأمني هناك ما يسمى بشبك النقاط العسكرية أي أن الوحدات تنتشر على الأرض وفق خطة منسقة بين المؤسسات العسكرية المختلفة نحن عطول من سير بشرطة بيروت يعني كضم النطاق شرطة بيروت دوريات عطول ليلة النهار 24-24 تحتى نحسس هكي شوية الناس باستقرار أما المعنيين مباشرة بهذه الإجراءات فجل ما يطلبونه هو الأمان والاستقرار الله يشاء الله بيصيروا مئة حاجز المهم يظل الأمن منيح يعني رقي فيها للأمن والأمان كتير منيحا يعني حتى لو كان خيق على الحاجز الله يحميهم كلهم يعني بس تنزعج ما بترتاح شيء كتير بخوف لأنه الوضع ما نهو ما نهو كتير آمن فالعلم العسكري لا يمكن لأي إجراءات أمنية أن تحول دون وقوع الأحداث وفي بلد أمنه بالتراضي تلقى على عاتق مؤسساته العسكرية عبء القطيع السياسية والخطابات التحريضية باسل العريضي قناة الجديد اشتركوا في القناة